خليونا قبل ما نبتدي في آخر يوم من أيام المحطة الأولى في العشر الأوائل عشر الرحمة نهني الشعب المصري وقادته وكل من شم عطر وإطراب هذا البلد نهنيه بذكرى انتصار العاشر من رمضان اللي أعاد للمصريين بهجة الحياة ونورها وفضلها وكرمتها واللي كان فيها تجلي من تجليات مدد الله سبحانه وتعالى علينا وذكرنا بانتصارات زي انتصار بدر وغيرها وإحنا في آخر يوم من أيام المحطة الأولى من محطات العشر الأوائل من شهر رمضان المحطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن السلام الذي نعيشه في المعاملة مع الله السلام اللي دخلنا في محطة كلها شعرها البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى والسلام اللي احنا خليناه هو عنواننا الكبير والمدرسة اللي احنا نتربى فيها في رمضان في المحطة الأولى بينتهي بسلام مهم جدا 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 ما كناش نقدر نخرج عن سلام المعاملة مع الله سبحانه وتعالى من غير السلام ده لأنه السلام ده اللي هيفضل ماشي معنا اللي هيفضل مكمل معنا وهو سلام عجيب سلام من غيره الإنسان ما يحسش بالأمان ولا طمئنان سلام ليه بهجته وليه جماله وليه وسعه السلام ده هو السلام اللي بيحس الإنسان اللي هو هيفضل مع الله سبحانه وتعالى على الدوام السلام ده هو سلام دوام الكرم أن الله سبحانه وتعالى دائم الكرم معنا ولا يعملنا إلا بما يريخ بكرمه سبحانه وتعالى لو في ناس بدأت يعني تزعل وتحس إن الشهر بيمشي بسرعة وأوقات الموافقات والنفحات بتخلص بسرعة أنا عن نفسي ابتدت أحس بدا عايز أقول لكم إن الحقيقة هي إن على الدوام هنفضل موجودين في حضرة مولانا دايماً بقول لنفسي كده مش معنى إن العشر بدأت تنتهي والثلث والثلث وكثير إن إحنا عن أخره من حضرة مولانا إحنا على الدوام في حضرة مولانا سواء في العشر الأول أو في العشر الوسطى أو في العشر الأواخر في النهاية لو حتى انتهى رمضان كله مش بس العشر الأوائل إحنا يقننا إن إحنا في دوام كرم الله سبحانه وتعالى